اهلا ومرحبا بكم كل تحية والامتنان لمشاهدين الكرام ومتابعين على منصات تواصل الاجتماعي وضيوفنا العزاء في الاستوديو ارحب بكم في النسخة الثالثة والعشرين من حلقات مبادرة مناظرة نتجادل ونختلف كالعادة ونقاشنا بكامل الحرية وديمقراطية انا احمد خير الدين مذيع وكاتب مصري اشرف بان اصحابكم في نقاش اطروحة هذه المرة بما استراتيجية جديدة تعطي فيها مناظرة الفرصة لاكثر من اعلامي من كل بلد عربي للتنوب على ادارة النقاشات بأدف اثرائها وتنويعها تصاعدت مشاركة الاسلاميين في المشهد السياسي بعد الربيع العربي حتى وصلت احزاب الناشئة بمن كانوا محضورين الى سدة الحكم في تونس ومصر والمغرب يراها البعض ظاهرة وصفوها بتسييس الدين وتدين السياسة خاصة مع التجارب هذه الاحزاب والحركات الاسلامية في ممارسة السلطة والتي يرى مؤيد اطروحتنا اليوم انها ادت الى تعميق حالة الاستقطاب الديني والسياسي وتدهر الاوضاع وعودتها الى ما كانت عليه سابقا ووصل الامر الى مطالبات بحضر الاحزاب الاسلامية ومنعها من المشاركة في الحياة السياسية بينما يرى الرافضون لاطروحتنا المشاركة السياسية ليست حكرا على تيار بعينه وان العمل الدعوي منفصل تماما عن العمل السياسي ان الديمقراطية هي حق المواطن في اختيار من يمثله في الانتخابات سواء رئاسية او برلمانية دون تدخل او ضغوط يجب حضر الاحزاب الاسلامية موضوع مناظرتنا لهذا اليوم والتي يسعدني ان يكون ضيوفي فيها على يميني مؤيد لاطروحتنا من مصر دكتور وحيد عبد المجيد الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ونائب رئيس حزب الوفد سابقا وعلى يساري الرافض لاطروحتنا من تونس دكتور عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة وعضو مجلس النواب وفي الجانب المؤيد ايضا لاطروحتنا من ليبيا الطالب والناشط في المجتمع المدني حاتم اللافي بينما في الجانب الاخر من اليمن الطبيبة والناشطة في العمل الاغاثي غادا البخيتي الان ننتقل الى بدء نقاشنا ونفتتحه بتصويت الحاضرين على اطروحة هذه المرة يجب حضر الاحزاب الاسلامية اذا كنت مؤيدا لهذه الاطروحة وترغب في الاجابة بنعم فعليك الضغط على رقم واحد واذا كنت ترفض ذلك وتود الاجابة بلا فعليك الضغط على رقم اثنان انتهزوا هذه الفرصة واشكروا متابعينا على كل منصات مناظرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبإمكانكم المشاركة في النقاش بارسال اسئلتكم عبر الصفحات الخاصة بمناظرة على هاشتاج دي دي وانتثري او بمانشن لحساب مناظرة على تويتر نحن دوما في انتظار مشاركاتكم لتثري نقاشنا وتضيف اليه ابعادا جديدة الان نستارد معكم نتائج التصويت 44% مؤيدون لأطروحة هذه المرة بينما 56% معارضون لأطروحة هذه المرة هل ستبقى النتيجة كما هي بانتهاء نقاشنا اليوم ام ان فريقا سينجح في تغيير وجهة النظر ونسب التصويت هذا ما سنكتشفه بعد المناظرة التي ستبدأ في الحال نبدأ الان بالاستماع الى وجهة النظر المؤيدة للأطروحة والتي يلخصها دكتور وحيد ابن مجيد في 99 ثانية فليتفضل مساء الخير جميعا الفكرة ببساطة شديدة انه اي حزب يدعي انه يمثل دينا او عقيدة او مذهبا دينيا او هوية ايا كانت هذه الهوية تقومية او وطنية او عرقية او غيرها هذا الحزب غالبا ما يكون منغلقا على نفسه حزب مغلق يركز دائما او في اغلب الاحوال على السعي لاستغلال مشاعر الناس وعواطفهم تجاه هذا الدين او العقيدة مما يحدث انقساما في المجتمع بدلا من ان يعمل على برنامج سياسي واقصادي واجتماعي للنهوض باحوال البلاد وهذا يعني اننا نتحدث عن انواع متعددة من الاحزاب وليس فقط الاحزاب الاسلامية وليس ايضا كل الاحزاب الاسلامية كما سنوضح في النقاش لكن هذا النوع من الاحزاب يمثل معضلة وخصوصا عندما تسنح فرصة للتطور الديموقراطي يصبح عائق امامها لكن هذه المعضلة لا تحل ابدا لا بالاقصاء ولا بالتنكيل والقمع بل بالتوصل الى تنظيم قانوني ديموقراطي يتم التفاهم عليه ويطبق قضاء مستقل محترم في نظام ديموقراطي وليس في الانظمة الاستبدادية والمتسلطة التي تحكم معظم بلدنا والهدف من هذا التنظيم هو الفصل بين مساحات الفضاء العام مساحة العمل السياسي والحزبي العمل الديني والدعوي العمل الحقوقي والدفاعي الى اخره وبالتالي مفهوم الحظر هنا ينبغي ان لا يؤخذ بحرفيته اللغوية وخصوصا في اللغة العربية بل بدلالته السياسية التي لا تعني الاقصاء وفق ما اتصوره شكرا دكتور الآن الى الجانب الآخر المعارض لأطروحة هذه المرة ويختصره الدكتور عبداللطيف المكي في 99 ثانية السلام عليكم مساء الخير للجميع الديمقراطية هي لتنظيم التنوع في المجتمع والاستفادة منه واذا كان ندعو الى حظر نوعية من الاحزاب فهذا الغاء للديمقراطية اصلا لانه ازحنا جزء من التنوع والخطر الثاني يمكن ان يكون هناك انزلاق هذه المرة نمنع الاحزاب الاسلامية بحجة ان توظف الدين والمرة القادمة نمنع الاحزاب الشيوعية لانها ضد الدين والمرة القادمة نمنع الاحزاب الليبرالية لانها مرتبطة بالغرب وهكذا يخلو المناخ للمستبدين ولذلك هذه الفكرة فيها منزلقات خطيرة وتعيد تأسيس منظومة الاستبداد وهي فكرة من الماضي عادة عندما نريد ان نحكم على فكرة هل هي جيدة ام سيئة اولا بالحجة العقلية ولكن ايضا بالواقع فكرة الاقصال الاحزاب الاسلامية وغيرها جربت طيلة ستين عاما في الوطن العربي ولم تنشأ لنا الا التداور وانتهاك الحريات اعتقد ان مشاكل الحرية هي اقل بكثير من مشاكل الاستبداد اذا كانت هناك اشكاليات تطرحها الاحزاب الاسلامية او الاشتراكية او الليبرالية نعالج تلك الاشكاليات ولا نمنع تلك الاحزاب لان اذا منعنا الاحزاب ستضطر الى سلوك دفاعي انكماشي يدفعها الى مزيد ربما الانغلاق واذا كان اعترفنا بها وحملناها مسؤوليتها وندفعها بالنقد الى التطور فانها ستطور اذا لنستثمر في الحرية واذن ان الدكتور عبد المجيد قد تخلى عن هذه الاطروحة عندما قال لا اريد الاقصاب حرفيا ولكن التنظيم شكرا دكتور من عرض وجهات النظر سواء المؤيدة او المعارضة لاطروحة هذه المرة ننتقل الى بدء هذا النقاش حاتم المطالبة بالمعنى يراها مؤيد الاحزاب الاسلامية رد فعل على فشل منافسهم في الاستحقاقات الانتخابية كيف ترد على ذلك حسنا بسم الله الرحمن الرحيم ورحب السادة المشاهدين جميعا والحضور الكريم بداية دعني اوضح وجهة نظري حول حضر الاحزاب الاسلامية وذلك من عدة نقاط اولها ان الاحزاب او ان الاسلام ليست بحاجة الى من يتكلم عنه او ينوب عنه او يمثله ثم ان الاسلام كدين لم يحدد نظام الحكم في الدولة انما وضع قاعدة عامة فقال تعالى وامرهم شر بينهم ايضا الاحزاب الاسلامية غالبا ما يطبع عليها انها مشبوهة وهلمية واهدافها غير واضحة وايضا فيها الكثير من الهلمية عدم وجود احزاب ايها السادة احزاب الاسلامية لا يفرض حتمية وجود احزاب اخرى داخل الدولة اذ لا حاجة لنصل السلطة عبر الدين اضيف ايضا ان وصول الحزبيين الى السلطة عبر الدين هو المرفوض عندنا قطعا ولا نقصد حزبا بعينه فمعظم الاحزاب بمختلف اطيافها عليها الكثير من اشارات الاستفهام ويتأولون الاحكام حسب مصاريحهم ومعتقداتهم ثم اي واستاذا الاحزاب غالبا ما يغلب عليها التشدد والعنف ومعادات من يخريفهم في الرأي قد يصل حتى الى القتل وهذا طبعا لا يتماشى مع الدول التي لديها عرقيات مختلفة اضيف ايضا ان التغير السياسي ينبغي ان يمر بثلاث مراحل وهي دراسة تثبت على هذا النحو وهي التخلص من السلطة حتى لدينا الفرصة لطرح اكثر من الفترة المقبلة ستكون لديك الفرصة ننتقل اليك غادة يرى الرافضون لتأسيس الاحزاب الاسلامية انها تجد بالمؤيدين باستخدام شعارات دينية دون برنامج سياسي واضح كيف تردين على ذلك؟ في الحقيقة هناك احزاب اسلامية ذات دستور ومنهج واضح القول بتعميم تجربة فاشلة معينة ليس فيها دستور واضح او منهجية واضحة هو اجحاف صراحة بحق الاحزاب الاخرى الوسطية القائمة على منهج مدني وقوانين مدنية هناك تجارب عديدة واضحة في تونس في تجربة حزب العدالة والتنمية في المغرب تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا هذه كلها احزاب واضحة ولديها شعبية ونجحت في الواقع العملي في العمل السياسي بعيدا عن استغلال الدين او العمل الدعوي بعيدا عن العمل السياسي دكتور رحيد عادة ما تستدعى هذه النماذج كنماذج على التطور الذي حدث في الحزاب الاسلامي هل يمكن ان يعمم هذا الطرح على باقي التجارب الحزبية للحركة الاسلامية؟ نحن لدينا في العالم العربي نموذجان مختلفان عن باقي الحالات النموذج المغربي في الاساس والنموذج التونسي بعد المؤتمر الاخير لحركة النعام والحقيقة هذان النموذجان يثبتان ويؤكدان صحة الموقف القائل بانه يجب وضع تنظيم قانوني للأحزاب التي لا تأخذ بهذا النموذج لدينا الآن نموذج يفصل بوضوح بين العمل السياسي والحزبي من ناحية والعمل الديني والدعوي من ناحية سانية المفترض أن يكون هذا النموذج قدوة لباقي الأحزاب الإسلامية والمفروض لمن صنعوا هذا النموذج أن يدعوا إليه لا أن يدعوا إلى غيره وأن يسعوا إلى إقناع الآخرين به لا أن يسعوا إلى إقناع غيرهم بأن باقي الأحزاب هي جيدة وتقوم بدورة عظيم ورائع في الحياة السياسية في بلادها على غير الحقيقة والواقع وبالتالي أنا ما قصدته هو أن يكون هناك تنظيم قانوني لدفع وتشجيع الأحزاب الإسلامية إلى أن تنتهج هذا النهج الذي بدأه حزب العدالة والتنمية في المغرب والحقيقة كان في أفكار في حركة النهضة أيضا قديمة في هذا المجال لكنها لم تتبلور سياسيا وتتبنى كمنهج للحركة إلا في المؤتمر الأخير وكانت هذه خطوة جيدة تؤكد أنه من الضروري الفصل بين العمل السياسي والحزبي والعمل الديني والدعوي وهذا ليس فيه إقصال أحد لأن من لا يعمل في العمل السياسي والحزبي يستطيع أن يعمل في العمل الديني والدعوي أو في العمل الاجتماعي أو الخيري لكن المهم أن يكون الفضاء العام منظما في مساحات لا تتداخل ولا تتقاطع لأن تداخلها يربك الحياة السياسية والحزبية ويؤدي إلى فشل أي فرصة تسنح لتطور ديمقراطي وتقدم إلى الأمام شكرا دكتور هل لديك رد دكتور أبلظيف على هذا؟ لا نقول أن منذ البداية لم نعد نتحدث عن الحظر أصبعا نتحدث عن التنظيم تنظيم الحياة الحزبية والأحزاب الإسلامية التي استشهد بها الدكتور عبد المجيد هي بادرت منذ مدة حتى قبل ظهور أزمات في الربيع العربي مثلا حزب العدالة والتنمية في المغرب قد فصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي وأنشئت جمعية الإصلاح وبقي الحزب مختص في العمل السياسي حزب العدالة والتنمية في تركيا الأخوان المسلمين في مصر أنفسهم عندما انتصرت الثورة أنشأوا حزب العدالة والحرية وبقيت الجماعة مختصة فبالتالي الإسلاميون أنفسهم مقتنعون بهذا التوجه ولذلك ربما فيه اتفاق أن الحذر هذا ممنوع سيعيدنا إلى مطبات حذرية خسرت فيها شعوبنا عشرات الألاف من الشباب في السجون والمهاجر والأعدام وبعضهم ذهب إلى التطرف والقتال ونذهب إلى التنظيم الذي فيه نماذج ناجحة أنت نفسك دكتور قلت أنها ناجحة مثل المغرب وبدايات في تونس وهذه أطروحة ليست أطروحة الحذر لكن البعض يرى أن هذه تجارب قليلة على هذا العدد من الدول العربية وهذه تجارب مقارنة بتجارب الإخوان المسلمين التي يرى بعض أن حزب الحرية والعدالة لم يكن إلا فرعا للجماعة تتحكم فيما يحدثنا؟ لا فيه ليست تجارب قليلة انظر مثلا ذكرنا المغرب ذكرنا تونس ذكرنا تركيا موريطانيا كذلك تجربة ناجحة الوضع في ليبيا فيه خصوصية لا تعود إلى الحركات الإسلامية تعود إلى طبيعة الوضع في ليبيا لم تكن هناك مؤسسات ولا دولة فيه صحيح أزمة في مصر لكن الإخوان أنفسهم كانوا مدركين وفرقوا بين العمل السياسي والعمل الحزب وأعتقد أن أصل الأزمة في مصر ليست سلوك الإخوان المسلمين وأن كنت لا أبريهم من الخطأ وإنما الانقلاب العسكري الذي أفشل الديمقراطية في مصر غدا هذا الاقتباس التالي من كتاب الصعود والأفول للحركات الإسلامية صادر عن مركز الإمارات للدراسات يقول أكثر المعوقات التي يواجهت هذه الحركات في تجربتها هي الثنائية التنظيمية بين الحركة والجماعة والحزب التابع له لم تفطن قيادات هذه الحركات إلى أن الفضاء العام يخضع لدوافع دنيوية محضة وثيقة الصلة بقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية بصرف النظر عن مرجعياتها العقيدية والفكرية غير أن هذه الحركات أصرت ربما خوفا من أن تفقد شعبياتها بين المتدينين على تفعيل الخطاب المثالي جنبا إلى جنب مع مطالب وقعية بدأ أنها تتسم ضعف الشديد وقلة الخبرة كيف يمكن أن يتحرك الحزب وفق الحسابات السياسية وهو مرتبط بالجماعة نعود مرة أخرى لضرب الأمثلة الناجحة أن هناك تجارب في الواقع قدرت أن تفصل بين العمل السياسي وعن العمل الدعوي إذن نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تنظير بعيدا عن الواقع لم يتحقق إنما هناك واقع هناك تجارب ناجحة في دول بارزة ومعروفة فكرة الأساسية ليست في الدفاع عن الإسلاميين بحد ذاتهم أو الدفاع عن حزب معين نحن هنا نتحدث عن بناء مجتمع مدني بناء دولة ديمقراطية إذا كنا سنعالج أخطاء الأحزاب يعني ليست الأحزاب الإسلامية وحدة من تعاني من فشل في التطبيق والتنظير هناك أحزاب أخرى قد تكون ذات توجهات أخرى يسارية أو شيوعية وعندها خطأ أو فجوة كبيرة بين الواقع والتنظير إذن هل الحل هو في حضر هذا الحزب وإخلاء الساحة لحزب آخر هذا إقصاء وإعدام للتعددية والتنوع في المجتمع شكراً غدا حاتم أعود إليك أرجو أعود لو تسمح لي الأول بس عشان يعني من بقاش من نتكلم في اتجاهات مختلفة يعني نحدد طبيعة الموضوع الآن طبيعة الموضوع يعني الدكتور عبداللاجيب يقول أنه نحن تجاوزنا موضوع الحزر من البداية الحزر هو أمر غير ديمقراطي لكن من الضروري لكي يكون هناك تطور ديمقراطي أن نصل في كل بلد من بلدنا إلى تفاهم عبر الحوار في بداية أي تطور ديمقراطي على تنظيم قانوني هذا التنظيم القانوني لابد أن يحترمه الجميع وبالتأكيد هناك إسلاميون في كل بلد من هذه البلاد سيشاركون في وضع هذا التنظيم القانوني والذين يؤمنون بالفصل بين العمل السياسي والحزبي والعمل الديني والدعو في هذه الحالة إذا رفض بعض الإسلاميين هذا التنظيم القانوني القضاء سيخرجهم من الساحة السياسية والحزبية ويكون لهم كامل الحرية في أن يعملوا في الساحة الدينية والدعوية لكن في هذه الحالة القضاء وفقا لهذا التنظيم القانوني الذي يفصل بين مساحات الفضاء العام سيكون عليه يعني دوره في هذه الحالة أن يطبق هذا التنظيم القانوني ويخرج من يرفضون هذا التنظيم القانوني أو ينتهكوه يخرجهم من الساحة السياسية والحزبية دون أن يمنعهم من ممارسة نشاط ديني ودعوي أو نشاط اجتماعي وخيري ومن يتحيالون أيضا على هذا التنظيم يعني اسمع العثورة عبداللطيف ليس صحيحا أن الأخوان في مصر فصلوا يعني أنا أعرف أنه في بعض قادة الأخوان من المستويات الوسيطة يؤمنون بهذا الفصل لكن قيادة الأخوان كانت تتحيل طول الوقت يعني حزب الحرية والعدالة تم تأسيسه داخل جماعة الأخوان وتم اختيار رئيسه ومكتبه التنفيذي الأول في اجتماع لمجلس شورى الأخوان اجتماع مزاعة على الملأ وتم اختيار رئيسه ومكتبه التنفيذي بالكامل من مجلس شورى والتصويت عليه في مجلس شورى وخرجوا وظلوا أعضاء في الجماعة يعني أعضاء الحزب كانوا في نفس الوقت أعضاء الجماعة فقط أعضاء الهيئة العليا في الحزب هم الذين تخلوا عن مواقعهم القيادية من كان منهم في المجلس شورى تخلى عن موقعه في مجلس شورى من كان في مكتب الإرشاد مثل محمد مرسي والكتاتني تخلى عن موقعه في مكتب الإرشاد لكنه بقي عضوا في الجماعة هذا التداخل والاختلاط يختلف تماما عن الحالة المغربية في الحزب والجماعة ليس هناك هذا التداخل والاختلاط هناك حزب قائم بذاته لا تتبعه أي جمعية ولا يتبع أي جمعية لأن الجمعيات تعمل في مساحة أخرى من الفضاء العام وهذا التمييز ينبغي أن يكون واضحا وأن يحترمه الجميع لكي يتقدم التطور الديمقراطي لأنه في كل المساحات ليس فقط مساحة السياسة والدين أيضا مساحة السياسة وحوق الإنسان وعندكم مشكلة سنعود لهذا الجزء يا دكتور في تسليس الرابطة سنعود لهذا الجزء مرة أخرى وإحنا كان عندنا مشكلة أضعفت الحركة الحقوقية وجعلت السلطات تستطيع أن تضربها بسبب سيطرت بعض الأحزاب عليهم أنا دكتور سنعود لهذا الجزء تحديدا بعد الأرض المقاش لكن الفرصة الآن لديك غدا لتردي في وقت قصير جدا حتى نبدأ عندي مداخلة في النقطة نحن الآن شبه متفقين أننا جميعا ضد الحضر ضد مبدأ الحضر من حيث المبدأ لكن القضاء يمكن أن يحصل سيدي الفاضي أنت تحدث أنه يجب أن تكون هناك قوانين وضوابط لسير تنظيم قانوني ديمقراطي تماما وتطبق على جميع الأحزاب على جميع الأحزاب بين فيها الأحزاب القومية والوطنية واليسارية وعلى كل الأحزاب هذا الذي يزر شكرا الآن الفرصة للمواجهة الأولى فليتفضل حتم في طرح أسراته على السيد عبداللطيف في ثلاث دقاء رغم أنه عندي تعليق السلام عليكم حتى اختصر الوقت معك سيد الفاضل أكثر الاختلاف المسلمين هو عن إضام الحكم ألا ترى هذا الأمر يعتبر السبب الأساسي في انشقاق المسلمين وتفرقهم شيئا وأحزابا نعم أو لا نعم أو لا حسنا بنعم أو لا ألا ترى أن إدخال السياسة على الدين أدات تفرق وخلاف نعم أو لا لا حسنا ألا ترى أن الحزب الإسلامي في تركيا الذي دربتم به مثال قبل قليل هو يسعى إلى عثمنة الدولة نعم أم لا لا بنعم أو لا ألا تعتقد أن الأحزاب الإسلامية بيئة خصبة ينمو فيها التعصب للعقيدة والفكر الذي قد تصل إلى التكفير وحتى القتل نعم أو لا الأحزاب الوسطية من فضلك أعطي نعم أم لا الأحزاب التي أعرفها لا حسنا هذه إجابة خاصة أيضا إذا كانت الأحزاب الإسلامية إسلامية تنحقت فماذا قدمت هذه الأحزاب للإسلام بإجابة مختصرة ومقتضبة لو سمحت أعطوها فرصة أعطيتم للاستبداد 60 سنة أعطوها فرصة بعشر سنوات نعم هذا الكل يقوله حسنا فضلا وليس أمرا استشهد لي ولو بآية واحدة أو حديث واحد يحث على أن يكون حزب سياسي إسلاما طبعا أنا أقصد هنا لا أقصد هيئات الإصلاح والأمر المعروف والنهي عن المبكر آية واحدة أو حديث واحد يؤكد أن يجب أن يكون هناك أحزاب إسلامي الأحزاب تستند إلى فكر آية أنا قلت آية أو حديث سيد الفرص الأحزاب تستند إلى فكر وهما الدين أو إذا كان حزب إسلامي ينبغي أن يستند إلى آية أو حديث غير ذلك لا نريد حسنا سنتقل إلى سؤال آخر أنترك لأجابة أنا قلت آية أو حديث ولكن كيف تمسر لي أغلبية الآيات لا نريد تفسيرا لأن يكون هناك آية أو حديث أغلبية الآيات الآيات التي تتحدث عن الإصلاح الآيات التي تتحدث عن العدل أعطني صراحة لا أريد ضمنيا فيها آية قرآنية خلاصة سورة القصص لا نريد خلاصات نحن نريد آية صريحة التي تتحدث عن قصة بالعوم والسنة واضحة تلك الدار الأخيرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا هل هذا يعتبر تصريحا حتى تنشئ حزبا إسلاميا هناك فكر إسلامي تستند إليه أحزاب إسلامية أما الدين فهو للجميع هذا ما قلناه قبل قريب في سؤال آخر ما قولك في دعم أردغان المثلية الجنسية وهو على رأس الهرم في حزب إسلامي في تركيا هو يتصرف في شأن تركيا هو رئيس لحزب إسلامي لا نتدخل في شؤوني الوطنية عندما يطرح الموضوع في تونس هو حزب إسلامي ويدعم المثلية الجنسية في 2014 في شهر سبتمبر كيف إذا كان هو حزب إسلامي ويدعم مثل هذه الخروقات هذا ناهيك عن المراقص الملاهي الليلية ناهيك عن شرب الخمور وغيرها هو لم يدعم المثلية هو وجدها موجودة صحيفة الوطن وصرحة أكثر من المقرارات لم يدعمها هي موجودة في تركيا ومقننة في تركيا ومصرح بها قانونية في تركيا هذا خرق كبير جدا هذا خرق كبير جدا ستترك لي أتحدث هو يتصرف في تضروف المجتمع كيف يتصرف إذا كان حكم إسلامي هو حزب إسلامي لننتزم بالوقت الجزء الزائن من هذا النقاش نتوجه لغادة نحو 47 حزب تفضلي نحو 47 حزب وجماعة سياسية ذات مرجعية دينية فاعلة في الحياة السياسية تعمل في تسع دول عربية هي مصر وتونس واليزائر والمغرب واللجنان والأردن والكويت والبحرين واليمن وليبيا موزعة بهذا الشكل هل الأحزاب الدينية وزورها ومشاركتها بقوة في الحياة السياسية أثر بالسلب على الربيع العربي؟ التأثير السلبي الذي حدث في فترة الربيع العربي لا يمكن أن يعزى بكله إلى الأحزاب الإسلامية الربيع العربي جاء كإرهاص كثورة الثورة ليست منظمة ثورة جاءت بعد حكم 30-40 عام من الاستبداد طبيعي أن تكون بهذه الفوضى الأحزاب الإسلامية مثلها مثل بقية الأحزاب لنكون عادلين هي نتاج تركيبة مجتمع هي نتاج إفرازات مرحلة معينة من الاستبداد من عدم وجود دولة مؤسسات بطبيعة الحال ستكون جزء من حالة الفوضى الموجودة إن أردنا أن نخلق أحزاب إسلامية أو غيرها أحزاب منظمة أو أحزاب مشاركة بجودة معينة علينا أن نعطيها فرصة للنضوج للممارسة للخطأ للتجريب لإصلاح الخطأ هذا هو الطريق الوحيد وليس الحضر التقنين إعطاء الفرصة الانتخابات هذه هي الطريقة الوحيدة لتنظيم دكتور وحيد نعود لإقتباس آخر لديك رد على هذا أريد أن أتساءل فقط ما الحاجة للحزاب الإسلامية إذا كان الإسلام يمكنه أن يقوم بذاته ما الحاجة إليه ماذا قدمت الحزاب الإسلامية للإسلام لم نرى أي إصلاح الاستثناء لا يقاس عليه إذا كانت الحزب العدالة والتنمية وإذا كان حزب آخر في المغرب قد قدم بعض الإصلاحات سأعطيك عشرات الأمثل عن الحزاب الإسلامية الأخرى الفاشلة والتي أدخلت البيئات في كثير من المنتهكات إذن ما حاجة اليسارية والشيوعية لوجود أحزابية الفكر لا يحتاج إلى أحزاب الأحزاب تستند إلى فكر وليست حاجة فكرية ليس كل فكر إجابة عليه أن يكون حزب ولكن من حق كل حزب وجماعة أن تختار الفكر الذي يناسبه هو تشكل حزبا سياسيا إذن ما حاجت هنا لأحزاب يسارية وعلمانية ما حاجت هنا إذن فلينفصل الحزب السياسي سياسيا وليكن للدين هناك جمعيات وواصلات أخرى من هذا المنطلق لن يوجد أي حزب يمثل أي فكر على الإطلاق لا نحتاج أحزاب علمانية لا نحتاج أحزاب من منطلق فكرية سارية إذن يكون حزب متعادل نحن وضعنا حلا هذا ليس طرحان واقع في بداية الحوار وضعنا حلا هناك الحل في التقنين في التقنين والتأطير هو قانون هل تبعونا أن تكون الأحزاب هكذا على إطلاقها ما هل يوجد على التقنين ما فيه المسؤولين نعود مرة أخر من الكتاب الذي استشهدت به في البداية الصعود والوفول الصادر عن مركز الإمارات لدراسات والبحث الاستراتيجي ربيع العربي وفر الحركات السياسية الإسلامية فرصة العمل السياسي الشرعي الذي يوجب تبني نهجا من الواقعية والبراجماتية وتقديم توافقات وتنازلات كما أنه كلما تزايد الدخول هذه الحركات معتركة السياسة فإنها ستفقد تمييزها الأيدولوجي وأتسع مجال انتقالها من منطق الدعوة إلى منطق الدولة العربيع العربي وفر هذه المضالة القانونية للحركات ألا ترى أن مطالبتك بتقنين هذه الأحزاب هو عودة لممارسات ما قبل العربيع العربي؟ لا قبل العربيع العربي لم يكن هناك تقنين قبل العربيع العربي كان الجميع محظورين إما صراحة أو ضمنا يعني لم يكن هناك أحد تتاح له فرصة للعمل في مساحة ولو صغيرة حتى ممن كان مصرح لهم بالعمل وبالتالي لما جل للمقارنة ما نطرحه هو أمر جديد تماما يعني لم يحدث من قبل وهو يعتمد على أن هناك مبادرات بالفعل حدثت في هذا الاتجاه هذه المبادرات تحتاج إلى أن تعمم وأن تنتشر وأن الحزب الإسلامي الذي يستند إلى فكر إسلامي بمعنى أنه يستلهم قياما إسلامية ليضع على أساسها برنامجا للواقع وللمستقبل هذا أمر لا غبار عليك نتحدث عن الحزب الذي يوظف الدين ويرفع شعار الإسلام هو الحل ويقول أنني أنا الإسلام وأنني أقدم الحل الإسلامي لأنني بالتالي أنا الذي أمثل الإسلام هذا هو الخلط بين السياسة وبين الدين لكن أن يقدم حزب إسلامي برنامجا يستلهم فيه قيمة إسلامية ويستلهم فيه التراث الإسلامي هذا مثل ما يقدم حزب يساري برنامجا يستلهم فيه فكره المركزي أو الفيابي أو الاشتراكي الديمقراطي أو غيره لكن بدون توظيف للدين بشكل مباشر في العام ولذلك التقنين يحل مشكلة من لا يقتنعون بضرورة هذا الفصل بين العمل السياسي والحزبي من ناحية والعمل الديني والدعوي من الناحية الثانية وهذا يكون تقنين ديمقراطي متوافق عليه وليس مفروضا من أحد على أحد أريد أن أردنا النقطة بسيطة جدا أنتم الآن في طرحكم في تناقض يعني أنتم في البداية تقولون أنكم مع التقنين وليس مع الحضر على الإطلاق ثم بعد ذلك ما الحاجة أصلا لوجودها يعني كأنه إقصاء إعدام لفكرات الوجود علينا أن نتفق عنه لو كان لديك رضي حضر حسنا أنا في بداية الحديث في بداية الحديث ربما لم تعطني فرصة كاملة حتى أقول أن التغيير السياسي ينبغي نمر بثلاث مراحل وهو رد ضمني على ما تقول التخلص من السلطة وهذا ربما على الحزاب قد وصلت إليه التحول الديمقراطي وربما أيضا قد وصلت إليه ثم تثبيتها الديمقراطية هل تريدين مني أن أقتنع بأن حزبين أو ثلاثة على اختلاف الوطن العربي الكبير قد نجحوا أقتنع بالحزاب الأخرى التي لم تنجح كيف عدم الوصول إلى نقطة ثالثة بفكرة الإقصاء يعني أن هناك نظام تصلة جديد ويعني أن هناك فشل دريع في هذا التغيير حاتم لا يمكنك الحديث عذرني لا يمكنك الحديث عن الديمقراطية وأنت تتحدث عن الإقصاء والحضر أنا أقول أنت تناقض الفكرة من أساسها إذا كان الحزب الإسلامي إذا كان الحزب الإسلامي هو تغير هو تغير والدعوة للتغير والديمقراطية بالفعل كما تدعون فهذه عدم تثبيته عدم تثبيته في الديمقراطية يعني أنه قد فشل فشل دريعا وكيف ستثبت وكيف ستثبت وكيف ستثبت الديمقراطية بدون تنوع نحن وضعنا قاعدة في بداية الحوار وهي قاعدة ضمنية أيضا ولكن أنتم تلفون وتدورون عليها لا بل أنتم ليدي تلفون طرحتم طرحا متناقبة قلنا أن حلنا هو التقنين والتأطير سطر واحد فقط اسمحيني بهذا السطر وضع قانون ينظم هذه الأحزاب بعيدا عن القمع والإقصاء أنتم من جهة تقولون أننا لا أريد قمع وإقصاء نحن نوافقكم في هذا أيضا ولكن دعونا نضع قانون يؤطر ويقنن هذه الأحزاب الكثيرة ربما في بلد واحد أصابيعك العشرة ولا تكفيك هذه الأحزاب أين تريدونها؟ قانون للأحزاب كلها قانون لجميع الأحزاب ينظم الساحة حزبية كاملة وفي شروط الالتحاق بها كانت تضع شروط تستدعي تزكية من بعض أعضاء الجماعة التي انبثق عنها هذا الحزب وهذا يضع عوائق أمام المواطنين أن يلتحقوا بحزب سياسي من أن نفترض أنه حزب سياسي دعني أولا نتفاعل لنجيب عن هذا وبعدها لنجيب عن هذا حتى لا نقف عند نفس النقاش كل حزب يضع شروط للالتحاق به منها شروط أنه يكون موافق على أطروحاته الأساسية يكونش شخص لبيرالي منتمي إلى حزب اشتراكي أو غيره إذا كان فيه شروط أخرى لضمان سلامة الصمعة متاع الفرد الذي سيلتحق لا يكون الفرد ذا عنده صمعة سيئة في المجتمع من نوع أن يكون سارق أو مستبد أو إلى غيره لكن هذه تستند لقوانين وليست كما كان في حركة النهضة كما تستند توصيات من أعضاء سابقينة فإذا كان وجدت شروط غير مطابقة لقانون الأحزاب يمكن للقضاء أن يتدخل هذه شروط السمعة والحالة الجنائية والصحيفة الجنائية وغيرها ليست تسكية من الموضوع ليست هناك شروط أخرى وإذا وجدت شروط أخرى يمكن التوجه إلى القضاء الإداري بأن هذا الحزب رفض عضوية والقضاء الإداري يحلو من هنا أنتقل إلى الأطروح التي قالها الدكتور وحيد عبد المجيد ذلك هو البديه في الدول والمجتمعات أن يوجد قانون أحزاب ينظم الحياة الحزبية وينظم الإعلام وينظم الحياة الجمعية وهو موجود في تونس هذا القانون وهذا القانون موجود في المغرب وموجود في مصر ومعنى القضاء إلا أن يطبقه وعلينا كمناظرين سياسيين أن ندافع على استقرالية القضاء ليطبق القانون بكل شبابي إذن هذان موضوعان مختلفان أطروحة الحذر أطروحة مرفوضة التنظيم هو مطلوب وخاصة أن الأحزاب الإسلامية تقدمت ببرامج تنموية واقتصادية عن الطرقات وعن البنية التحتية وعن الصحة وعن التعليم ومن تتقدم ببرنامج شعار وكل من يريد أن يحتكر الدين ما علينا لنطبق القانون حاتم لدي سؤال لك حضرة أحزاب إسلامية وحركات إسلامية قبل وبعد الربيع العربي لكن هذا لم يمنع من انتشار أفكارها وكسب مؤيدين جدود كيف ترد على ذلك؟ حسنا سأرد بإجابة مقتضبة جدا ومثلا على حزب النهضة الذي هو في تونس الأحزاب الإسلامية عادة ما تروج وتقول وتستثير عواطف الناس ومشاعرهم بدأ العمل على أهداف حقيقية جدا رغم أن حركة النهضة مؤخرا وعلى الاجتماع الذي أحدثته وأنها قد تحولت إلى منهج آخر وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكأنهم ينمون أو يقلون ما لا يريدون أو يطبقون ما لا قالوه ويريدونه مثلا إذا كانه حزب النهضة حزب إسلامي وحزب إسلامي السياسي فكيف فاتم الحزب الرديك أطول مما ينبغي نعود لغادة لتطرح أسئلة على دكتور وحيد في هذه المواجهة في فلس دقائق تفضل مصر الخير دكتور وحيد أهلا يا غاد الديمقراطية في تعريفها المتفق عليه هي حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار من يحكمها سيدي الفاضل هل أنت مع أو ضد الديمقراطية؟ نعم أو لا؟ نعم بالطبع إذن أنت مع الانتخابات؟ طبعا هل أنت مؤيد لطريقة وصول السيسي للحكم بدون انتخابات؟ لا هل ترى أن هذا الوصول شرعي؟ لا هذا ليس موضوع الحلقة دكتور وحيد في حوار عندك مع صحيفة لا تخشى من السيسي لا ما أنا قلت أنا أجابت على سؤال واحد يكفي لكن هي هتضع كل الأسئلة على هذا الموضوع ده أصلا خروج على موضوع الحلقة لكن هو سؤال واحد أنا أجابت على الموضوع وهذا يكفي جدا لأن هذا أيضا جزء من الخلط ونحن واضح نحن تعودنا على الخلط نظام السيسي انقلاب بالعكس نظام السيسي سأتيك في هذه النقطة نظام السيسي قام بانقلاب على المواجهة المواجهة ما بينكم الموزيع يعيد تنظيم الموضوع دكتور وحيد شكرا فضالي واضح أن أنت لا تتحدثين في الحلقة أنت عايزة تتحدث عن مصر نحن نتحدث عن نظام نتحدث بعد الحلقة لكن هنا 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 في موضوع نتحدث فيه نحترم نحن نتقل لكي نتقل لكي نتحدث عن ديمقراطية يبقى نحترم الموضوع الذي نتحدث هذا أسئلة على دكتور وحيد حاتم حضر الأحزاب الدينية لن يمنع الإسلاميين من الانخراط في الحياة السياسية الاتجاه لحضر الأحزاب الدينية لن يغير شيئا على أرض الواقع نفتقد إطار سياسي يضمن عدم الحراف الأحزاب نحو الأفكار المتطرفة هذا ما قاله نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام أحمد معيش نحن دلوقتي تكلمنا أن موضوع الحضر هذا موضوع قضائي لا أحد يملك أن يحذر أحد وغير مقبول أن أحد يحذر وهذا ما وضحته أكثر من مرة لكن يستطيع القضاء أن يحذر يحذر قضاء مستقل محترم في نظام ديمقراطي يطبق قانون ديمقراطي من يخرج على هذا القانون بيحذر يحذر فعليا لكن لا يعتقل ولا يقصى ولا يستبعد لأنه يستطيع ممارسة النشاط الذي يحبه طالما أنه يخلط بين السياسة والدين فهو يستطيع أن يمارس نشاطا دينيا ودعاويا يستطيع أن يمارسه بكل حرية في مساحة أخرى من الفضاء العام بعيدا عن المساحة السياسية والحزبية حاتم هل هذا الإطار الذي تراه كافيا لإعادة تنظيم الحياة السياسية؟ نعم نعم وبقوة شكرك غادة جزء كبير من الانتقادات التي توجه للأحزاب الإسلامية أنها تهمش دور المرأة في ممارساتها للحياة السياسية وتستدعيها فقط في أوقات الحجد الانتخابي أو حين يفرض القانون نصيبا معينا من تواجدها في القوائم الانتخابي كيف تردين على ذلك؟ طرح غير واقعي وغير صحيح يحدث في تجارب ولكن أنا هنا بشكل عام أدافع عن المبدأ كمبدأ هل أنت رضي عن نصيب المرأة من المشاركة في الأحزاب الإسلامية؟ ليس تماما ولكن علينا أن نغفل لا نغفل أن هناك تجارب حقيقية المرأة لم تصل إلى الكوت الحقيقية لكن هناك أحزاب لا يوجد فيها تمثيل حتى في مجلس الشعب في المغرب هناك رئيسة لحزب يساري هل نجد أي حزب إسلامي لديها هذه التجربة؟ ليس هناك حزب إسلامي ولكن المرأة تتقدم أكثر من الأحزاب الأخرى لتسمي لنا ثلاثة قيادات نسائية في أحزاب عربية أعطيك تونس مثلا المكتب التنفيذي فيها ستة نساء سيدة لونيسي محرزي العبيدي الأستاذة فريدة العبيدي كذلك الأستاذة وسيلة الزغلامي المكتب السياسي فيها عشر نساء الكتلة البرلمانية أكثر كتلة برلمانية فيها نساء هي كتلة حركة النهضة هذا استدعاء لنموذج واحد أيضا من الحركات الإسلامية كذلك في المغرب يعني ليس هناك في الأحزاب الإسلامية ليست هناك مقولات فكرية ضد تولي المرأة للمناصب السياسية الواقع الاجتماعي جعل المرأة في كل الأحزاب والمنظمات لا تزال مساهمتها أقل مما هو مأمول فبالتالي ليست خاصية للأحزاب الإسلامية بالعكس الأحزاب الإسلامية تجتهت من أجل أن تنمي مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويتسجل نتائج أفضل من الأحزاب لم تعطى الفرصة للمرأة التي تجيب على هذه السؤال دكتور عبدالله دكتور عبدالله دكتور عبدالله دكتور عبدالله حضراتك ننقضهم عندما شكلنا التحالف الديمقراطي وضعنا برنامجه كان الإخوان مؤترضين على النصوص المتعلقة بدور المرأة ولم يشكل هذا التحالف في النهاية إلا بعد أن وافقوا على مضض على نصوص قالوا إنهم يتحفظوا عليها فيما يتعلق بالمرأة بقولك تجربة واقعية إن كان هذا هذا البرنامج الصادر عام 2007 حضرتك إن كان هذا ننقضهم فيما يتعلق بمشاركة النساء والمسجرين أنا متفق معك إن كان هذا ننقضهم ليتطوروا إن كان هذا ننقضهم ليتطوروا أنا معك شكرا دكتور عبداللوطيف دكتور وحيد يستدعي أنصار الحركات والأحزاب الإسلامية نموذج الأحزاب الدينية في أوروبا ويرون أن هذه الأحزاب مرت بفترة تطور لماذا نمنع إذا ما كانت هناك تجارب ناكحة بالفعل لا مش فاهم الأحزاب الدينية التي كانت موجودة في أوروبا يستدعيها أنصار الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية على أنها نموذج لأحزاب الدينية نجحت أي أحزاب الدينية؟ الحزب المسيحي في ألمانيا على سبيل المثال الحزب الديموقراطي المسيحي في ألمانيا وإيطاليا نعم لدينا حزبان في أوروبا كلها في بلدين كل منهما له تجربة خاصة ألمانيا وإيطاليا بلدان هزمة في الحرب العالمية الثانية كانت فيهما أزمة أخلاقية كبيرة بعد الحرب نشأ حزب هنا وحزب هناك يستدعي ما يسمى الأخلاق المسيحية والأخلاق هي ليست مسألة دينية في الحياة بالتالي أن المشكلة عندي ليست في الإسم أن الحزب يسمي نفسه حزب إسلامي أو حزب أن المشكلة عندي في المحتوى في برنامجه وفي اتجاهاته وفي ممارساته هذا أنا إذا أسست حزبا لبراليا سأقترح على المؤسسين أن تكون الأخلاق الإسلامية في برنامج هذا الحزب لا علاقة له هزان حزبان في جزء من برنامجيهما استدعاء للأخلاق المسيحية وتعبير المسيحي نسبة إلى هذا لكنهما حزبان ليس دينيين ولا علاقة لهما بالدين والمسيحية أصلا ليس فيها سياسة من أساسه وبالتالي ولا يصبح لأي منهما قانونيا بأن يستخدم شعارات مسيحية في الانتخابات وبالتالي لا مجل المقارنة أو الحديث في هذا الموضوع أصلا يعني موضوع الأخلاق المسيحية والأخلاق الإسلامية هو أمر لا يتعلق بتوظيف الدين واستغلاله في كسب مشاعر الناس بعيدا عن التنافس الصحي والمتكافئ بين الأحزاب بدون أن يبدأ أحد الأحزاب وهو قادر على استغلال مشاعر الناس كأنك تلعب مباراة كرة قدم بين فريق لديه 11 لعبا وفريق آخر لديه 3 أو 4 لعبين لأن الفريق الآخر يستطيع أن يكسب مشاعر الناس باستخدام شعارات دينية وتوظيف الدين لمصلحة هذا يتعارض أيضا مع تكافؤ الفرص من فكرة الدين ينطلق هذا السؤال لدكتور عبدالطيف يرى الأزهر أنه يمثل صحيح الدين وترى تيارات السلفية أنها تمثل الفهم الأدق للدين وترى حركات شعية أنها تفسير الأصح للإسلام في المقابل هناك تفسيرات أخرى أكثر تطرفا ترى أنها الأصحة أيضا أي مرجعية تستند إليها الأحزاب الإسلامية إذا كنا نشهد كل هذا التباين في تفسير المرجعيات ما بين هذه الطيارات هناك فرق بين المؤسسات الدينية الرسمية مثل الأزهر أو مفتي ما بين أن تحدثت أيضا عن طيارات سياسية بعينها هناك فرق بالنسبة للأزهر هذا مؤسسة مرجعية بالنسبة للدولة لأنه في كل الدستير العربية تنص على أن دين الدولة هو الإسلام فعندما تسن قوانين تحتك ببعض المبادئ الدينية أو تطرح قضايا أخلاقية أو شرعية الدولة تستشير المؤسسة الرسمية مدار الإفتاء أو الأزهر أو بالنسبة للحركات الإسلامية أو الحزاب الإسلامية والمنظمات هي تجدد في مجال الفكر هي تقترح نظام تربوي نظام تعليمي نظام مصرفي نظام مالي نظام اقتصادي فهي في مجال الفكر ولا تمارس دور الإفتاء أو تتحدث عن المظامين الدينية وتقول هذا حلال وهذا حرام وبالتالي أظن أننا متفقون أنه يمكن لهذه الأحزاب أن تستمر وتسام في الحياة السياسية وفق قانون الأحزاب ولا يتستغل الدين ولم أرهن في الأحزاب التي ترشحت للانتخابات بعد الربيع العربي أن يستغلل لشعور الدين وأن تهمت هذا الحزب بأنه ضد الدين أو إلى غير ذلك وهناك أحزاب أظن الأخوان المسلمين من بعض قياداتها من الأقباط من الإخوة الأقباط أصلا واحد نعم واحد وهذا دليل رمزي على أن القضية ليست تقسيمات دينية أنا أستوحي من الفكر الإسلامي برامج وأنت تستوحي من فكر آخر ولا نقسم المجتمع على أساس ديني ولا نستغل الشعور الديني الآن ننتقل إلى محور مهم في نقاشنا لهذه الحلقة سغطف أسئلة متابعي مناظرة على منصات التواصل الاجتماعي نشكرهم على حرصهم على المشاركة وإبداي أرائهم في هذا النقاش وننوه لأننا دوما في انتظار مشاركاتهم نبدأ باستعراض ما وصلنا من هذه الأسئلة والسؤال الأول لحاتم السؤال من محمد أمار لماذا يتم تحميل الأحزاب والتيارات الإسلامية نتيجة كل ما يحدث في المنطقة والهيجانين أم مجني عليه تمام التجربة أو التجربة عفوا التجربة في الأحزاب عادة في المجتمع العربي أو الوطن العربي هي تجربة جديدة صحيح أن لها ستين سنة ولكن ماذا قدمت منذ ستين عاما قد قضت نحبها نجاح حزبين أو ثلاث على هذه الرقعة الكبيرة لا يعني أنه صحيح ويعني يجب أن يطبق الاستثناء كما هو معروف لدى الجميع الاستثناء لا يقاس عليه نحن لدينا الكثير من الأحزاب الإسلامية التي سببت بلبلة وقلاقل وميحا داخل الدولة فكيف تريدنا أن أقتنى عن هذه الأحزاب الإسلامية أن نعطيها فرصة وهي كانت سبب في قتل وتدمير وإدخال البلد في الكثير من القلاقل أذكر لك ما شئت أذكر لك ما شئت ليبيا جارت تونس هذه واحدة أذكر لك اليمن هذه ثانية أذكر لك سوريا هذه ثالثة نجاح حزب معين في المغرب أو في تركيا والذي لست مقتنع به من هذا المكان لا يعني أنه ناجح ويعني أن يطبق في كل البلدان وأن نعطي فرصة وأن نعطي فرصة أنت ترى والكل يرى عفوا دعني أكمل فقط أنت ترى والكل يرى ماذا حصلت الأحزاب الإسلامية إبان الثورات العربية زادت وطيرة الحرب أكثر وأكثر القتل في كل مكان الدمار في كل مكان الفشل الذريع في كل مكان الدول لا تستطيع أن تقف على رجل واحدة وليس على الرجلين فقط شكرا السؤال التالي لغدا من هشام سلام ألا ترون أن سياسات الهوية التي تعتمد عليها الأحزاب الإسلامية قد قادت البلاد العربية لصراعات متواصلة عبر التاريخ مزقت الأوطان وزرعت الكراهي قبل أن أجيب يجب أن تعطيني حقيقي في الأسئلة لنجيب عن هذا السؤال لأنك مرست إقصال علي لأحزاب الحضر سأجيب عن السؤال نجيب عليه أول الصراع الدائر في المنطقة لنقول قبل 30-40 سنة لم تكن في أحزاب إسلامية كانت أحزاب قومية ووطنية ذات الحزب الواحد لماذا لا يتم الانتقاد على قدم المساواة لهذه الأحزاب لتابعها للأحزاب القومية كما يتم الانتقاد الآن للأحزاب الإسلامية أنا قلت الأحزاب القومية والوطنية المتطرفة والعرقية أنا أرد على سؤالي أنه ليست أنا لا أبرئها لا أبرئ كل الأحزاب الإسلامية هناك من شاركت وكانت مشاركة للأحزاب القومية في الحكم ولكن علينا حين نحن نحاول أن نصل إلى حلول أن نعالج المشاكل إذا كنا نريد أن نصل إلى حلول علينا أن ندرس الظاهرة بأكملها أن نعترف بالأخطاء عموما أما أن ننظر بعين لحزب ما ونغض الطرف عن الأحزاب الأخرى إذن نحن نحاول أن نخلص ساحة لأحزاب أن نخلص شكرا لكم انتهى هذا القسم الآن المحاولة الأخيرة لكل فريق لاستمالة الجمهور وإقناعهم بوجهة نظرهم الآن مع حاتم من الفريق المؤيد لأطروحة هذا اليوم يتفضل في عرض وجهة نظره في 99 ثانية فقط بسم الله أترجو بالجراد صراح أمر وقد طبع الجراد على الفساد أيها السادة إننا لا نعارض الحزب لكونه حزبا إنما نعارض الحزب السياسي الذي يخلطه عدة مرجعيات دينية أو الحزب الديني الذي يخلطه عدة مرجعيات سياسية نحن لا نعارض أن يكون هناك حزب سياسي ولكن نعارض أن يكون هناك حزب إسلامي سياسي حزب سياسي يتحدث ويحكم باسم الدين نحن نريد أن نحفظ للسياسة حقها وللدين أيضا حرمته إذا ما شئت أن تعمل عملا دينيا فلا تخلطه أبدا بالسياسة أنشئ جمعية دينية أو مؤسسة دينية أما الحزب فلا يجب إلا أن يكون سياسيا فقط كما أردفنا وفصلنا وباغتنا وأسهبنا وأطنبنا فإننا نخلص إلى قول واحد أن الإسلام لا يحتاج إلى من يتكلم باسمه أو يدافع عنه أو حتى يمثله الأحزاب لا يمكنها أن تتحرر من كونها سياسية إسلامية وتتحدى إلى نشاطها السياسي حتى تنفك عن كونها إسلامية والخيارات واضحة وجلية ختاما لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو أن نارا نفخت بها أضاءت تنفخ ولكن تنفخ في رمادي والسلام شكرا حاتم انتهى قبل وقته الآن الفرصة لغادة لتنجح لتحاول استمالة المهور لجانبه والإبصاد ما في سؤالين مساء الخير جميعا أيها السادة حر ومذهب كل حر مذهبي ما كنت بالغاوي ولا المتعصبي أنا هنا لست من أجل الإسلاميين بعينهم أنا هنا من أجل الإنسانيين من أجل رسالة الإنسانية التي يتشرف بحملها كل إنسان أنا هنا من أجلنا جميعا من أجل الأجيال القادمة لألا تتلوث بأحقادنا أكثر من أجل الشعوب أولا وأخيرا جئت لأضم صوتي لكل الذين مروا من قبلي وقرأوا تاريخنا المؤلم وحاضرنا المأساوي المفخخ بالصراع والدماء والدمار والإقصاء جئت لأقول كفان حقدا واستبدادا ضد بعضنا جئت ومن منبر مناظر الحر لأؤكد أن الدين لله والوطن للجميع مطلبي المساوى وأقدمه لمنافسي أولا ومن أختلف معه لتكون المنافسة شريفة وعادلة جئت أطالب بالعيش المشترك بسلام بتقبل بعضنا بكل اختلافاتنا تعالوا نتعلم من أخطائنا الفادحة في الماضي ولنبني مستقبلنا ونعيش حاضرنا متوحدين متعايشين شبعنا ومللنا من التقسيم والاستبداد تعالوا نبني دولتنا المدنية لنحافظ على تنوعنا وثرائنا واختلافنا في ظل دستور مدني وقانون لا يفرق في الحقوق والمواطنة والحريات بين الجميع مهما كان انتماؤهم الديني أو الفكري أو العرقي أو غير ذلك بدل عن ذلك دعونا ننشغل بالعلم بالتعليم بالوعي بالعمل بالغد لنلحق بركب الحضارة الإنسانية فقد تأخرنا كثيرا لنحفظ حقوق بعضنا مهما اختلفنا عملا بمبدأ الحديث حبا لأخيك ما تحب لنفسك سنكتشف الآن سويا إلى أي مدى ساهم نقاشنا اليوم وما تفضل به المشاركون معي في الستوديو وإضافاتكم على وسائل التباصل الاجتماعي في تغيير وجهة نظر الحاضرين سنعود التصويت مرة أخرى على أطروحة هذه المرة يجب حضر الأحزاب الإسلامية نذكركم بأن نسبة التصويت في بداية هذه الحلقة كانت 44% كانوا مع أطروحة هذه المرة و56% كانوا معارضين لأطروحة هذه المرة إذا كنتم موافقون على هذا الرأي وترغبون في التصويت بنعم فعليكم الضغط على رقم واحد كنت ترفضون هذا وترغبون في الإجابة بلا فعليكم الضغط على رقم اثنان نود تنويه على أننا في انتظار مشاركاتكم في مصابقة مناظرة المقبلة التي ستكون حول الانتخابات الأمريكية المقبلة سيكون عنوان هذه المناظرة ترامب الأفضل للعالم العربي حضروا أنفسكم لنقاش جديد ويمكنكم أن تشاركوا وتكونوا طرفا فيه بالمشاركة في مصابقتنا على منصاتنا المختلفة على فيسبوك وتويتر وكذلك على قناتنا على يوتيوب الآن لنرى نتيجة التصويت نتيجة التصويت الآن 39% مع و61% ضد أطروحة هذه المرة هذا الفريق فاز بعد أن أقنع واستمال عدد كبير من الجمهور للتصويت لجانبه شكرا لكم في البداية أشكر ضيوفي في النهاية أشكر ضيوفي الكرام على ما كانوا معنا فيه اليوم على يميني دكتور وحيد عبد المجيد وعلى يساري دكتور عبداللطيفة المكي وكذلك الشكر لحاتم اللافي من ليبيا وغادة البخيتي من اليمن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النسقة الثالثة والعشرين من مبادرة مناظرة والتي كانت أطروحتها يجب حضر الأحزاب الإسلامية طروحات أخرى ونقاشات بكامل الحرية تنتظركم ترجمة نانسي قنقر